لشنت كلية الأداب أنشطتها الطلابية الثقافية والرياضية ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثالث والعشرين للعام الجامعي الفين واثنين وعشرين وبذلك بحضور رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لسور ووكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المشاريع محسن عادي وفي الافتتاح الذي تخلى له العديد من الفقرات الفنية والشعرية والرياضية اطلع رئيس الجامعة ومعه وكيل الوزارة أو وزارة الشباب على الأنشطة الرياضية والتشكيلية التي نفذتها الكلية ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي وثمن الأصور كافة الجهود المبذولة من قبل عمادة الكلية الإنجاح العديد من الفعاليات المتميزة الأكاديمية والثقافية وعلى هاي ميش الحفل كرمت كلية الأداب أبطال الأنشطة الرياضية لكرة القدم، كرة الطائرة، التينس، الطاولة والشترنج